أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألس بين قلوبكم فأسمحتم بنعمته إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأخبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختنسوا من بعد ما جاءهم البينات فأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيع وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوه فذوقوا العذاب بما كنتم تكشرون فأما الذين بيوّت وجوه ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق وما الله يريد غلما للعالمين فلله ما في السماوات وما في الأمر فإلى الله ترجع القرور فإلى الله ترجع القرور فإلى الله ترجع القرور واجهدوا في الله حق قرور فإلى الله ترجع القرور واجتباكم وما جعل عليكم فديه من حرج فإلى الله ترجع القرور أبيكم إبراهيم وثمكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأطيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله واعتصموا بالله وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أقويكم إنما المؤمنون شخرة فأصلحوا بين أقويكم رتقوا الله لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نغربها للناس لعلهم يتفكرون صلق الله العظيم الفاتحة قهر